السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام وتلاوة القرآن والبدل والاحسان اليوم هو السابع عشر من رمضان وهذا اليوم يحمل ذكرى اسلامية غالية تحتفل بها الامة الاسلامية قاطبة وهو يخلد لحدث ذكرى غزوة بدر الكبرى هذه الغزوة التي وقعت في اول الاسلام بين المشركين وبين المؤمنين وقد خلد ذكرها القرآن الكريم لما قال ربنا عز وجل وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَدِلَّهِ خلد ذكرها لتبقى راصخة في الادهان وقد سماها ايضا بيوم الفرقان لان فيها سيفرق الله بين الحق والباطل بين الايمان والشرك بين الخير والشر هذه الغزوة اراد ربنا عز وجل أن تبقى راصخة حتى تبقى معنويات الامة الاسلامية عبر التاريخ مرتفعة ولانها وقعت في رمضان وهو شهر الصيام والقيام ولانها شاركت فيها ملائكة الرحمن لان الله تعالى سيأمر الفا من الملائكة بقيادة جبريل عليه السلام للمساندة للمسلمين وتعلمون جميعا أيها الأحباب الكرام بأن الاسلام هو دين السلام ليس دين حرب ولكن هذا الاسلام تم الاعتداء عليه لما نزل في مكة المكرمة وسيدنا النبي أمره الله تعالى بأن يبلغ ما أنزل إليه من آيات ربه تلقاه صناديد قريش ومشركوا العرب بالصد والرد واعتدوا على المسلمين وأخذوا أمتعتهم وأموالهم ولم يكن المسلمون مأمرون بالدفاع كانوا مأمرون فقط بالإعراض وأعرض عن المشركين أعرض عنهم حتى ولو سمعت منهم الكلام الجارح وتلقيت منهم الأذى إياك أن تواجههم أعرض عنهم وأعرض عن المشركين واستمر الوضع هكذا 13 سنة إلى أن هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة في الحقيقة هم لم يهاجروا بل هجروا هجروا إلى المدينة المنورة وسلبوا منهم أموالهم وسلبوا منهم خيرتهم وكان المسلمون في المدينة يعيشون فقرا مدكعا ما عندهم ما يأكلون وما يشربون فسمعوا في مثل هذا اليوم السابع عشر من رمضان بأن قافلة قريش فيها ما يزيد عن ألف من البعير محملة بأثمن وأغلى الأسلع والبضائع قادمة من الشام فقالوا هذه فرصتنا لكي نسترد بعضا من أموالنا لكن قريشا علمت بهذا المخطط فحولت تجاه القافلة وقدم أبو جغل ومعه من يزيد عن ألف وثلاثمائة فارس لكي يقضوا على المسلمين اعترضوا سبيلهم في هذه المعركة لم تكن في الحسبان أمر طارئ كان الغاية هو اعتراض القافلة واسترجاع بعض أموالهم لكن صار المسلمون محاصرون أنذاك سينزل القرآن الكريم فيقول ربنا عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير جاءهم الإذن من السماء أذن الإذن من السماء لكي يتعرضوا للمواجهة ومن ثم نشبت هذه المعركة وبعد صراع مرير وتخطيطات واستراتيجيات ومساندة ملاكة السماء ربنا عز وجل جعل النصر حليف المؤمنين فخلد ذكرى هذه المعركة وبقيت راصخة في الأدهان حتى تعلم الأمة الإسلامية بأنها أمة مؤيدة وأنها أمة منصورة وتبقى على مر التاريخ بأنها إذا صدقت النية وإذا جمعت الشمل وإذا كانت قلوبها وأفئدتها متصلة بربها فإن الله تعالى وعد بالنصر وهذا وعد ليس فيه خلاف أبدا فنسأل الله تعالى أن يجمع شمل الأمة وأن يرفع رايتها خفاقة في السماء وأن يعيدها إلى سالف مجدها وعزها اللهم أمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله وإشتراك في القناة